أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرب ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتكين إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فتروا وعلموا أن الله مع المتكين إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحلونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يسدي القوم الكافرين إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحلونه عاما ويحلونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلونه عاما زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الساقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة دني من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم ساقلتم إلى الأرض أرض أرضيتم بالحياة دنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة دنيا من الآخرة فما متاع الحياة دنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً معذيماً غيركم ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير العراق ويستبدل قوماً لكم للحياة دنيا إلا تنفروا يؤذبكم عذاباً أليماً ويستهدي القوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصوا فقد نصره الله إلا تنصوا فقد نصره وقروا إلا أخرجوا الذين كفروا ثاني أثنين ثاني أثنين الغمى في الغارئي قولوا لصاحبي لا تحزن إلا الله ماذا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعنا كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة العليا والله عزيز حكيم حكيم إلا تنصره فقد نصر الله إلا أخرجوا الذين كفروا ثاني أثنين سكين ثاني أثنين إذ هما في الغارئ يقول لصاحبي لا تحزن. ان الله مادا. فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروا واجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله وكلمة الله العليا. والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. 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 انفسكم في سبيل الله. انفسكم في سبيل الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وهكذا ايها الاخوة المؤمنون. كنا واياكم في رحاب القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة التوبة. والتي تلاها علينا الشيخ راغب مصطفى غلوش. وذلك من ساحة مسجد اسد بن الفرات. بحي الدقي بمخافضة الجيزة. حيث نحتفل واياكم باستقبال العام الهجري الجديد. اعاده الله عليكم وعلينا وعلى الامة الاسلامية بالخير والبركات.